طيب يقول السائل الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول لو سمحت لو حد طالب مني أعمله خدمة والخدمة دي هتكلف فلوس ينفع أخذ نسبة لي بحق الشغل والتعب اللي عملته ولا لا أهم ولازم أعرفه إني أخذت ولا أقوله الموضوع تكلف مثلا ألف وخلاص لا بأس بذلك يعني أنت حضرتك طبعا أهم الحاجة بس يكون عن طيب النفس منه فأنت هتقول له مثلا بالإجمال أنت مثلا الموضوع ده هيأخذ 800 وانت هتأخذ 200 ليك قل له ألف جنيه على الإجمال تقول له الموضوع ده هيكلف مثلا المبلغ ده هيكلفه لكم مثلا ألف جنيه خلاص لا بأس تأخذ حقك وأنت انتفعت ونفعت غيرك ولا بأس بذلك يعني أن يخل الناس يعني يستفد أو ينتفع بعضهم من بعض لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إياكم دائما مفاتيح خير ومغاليق شر اللهم أمين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعهم أسأل الله عز وجل أن نتقبل مننا وإياكم ونجعل سعيا وإياكم سعيا مشكورا مبرورا ونجعل ذنبنا وإياكم مغفورا ونتقبل مننا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا إليه أقضى الكرام عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته